تواجه الثروة الحيوانية في المثنى تخديات عدة من بينها ارتفاع أسعار الأعلاف وغياب الدعم الحكومي العمر الذي جعل من العاملين فيها يواجهون صعوبات جمّة لتوفير المتطلبات الكافية لحيواناتهم مما دفع بالعديد منهم للتخلي عن ماشيته نتيجة للخسائر التي لحقت بهم لحد الآن يعني ما كله أعلاف لا شيء الماي قليل عدني الزرع قليل صارت الماي مالي حتى لو أكو ماي يعني بس من يم الشط غير تعبر شارع الهتجيها ماكو دون هاي عندك نزرع عدة من زمان قامت الوادي من دور الماي تسعد بها وما تسعد لفوق يعني ما يصار قليل بس المناطق يعني اللي يم الشاط اللي غيره والله طباره وجماعة ماكو على بيار التوازيه ودعم ماكو عدنا من الدولة أبد يعني طلعنا العلاف حسا بصيف كثمية وخمسين بالشي تيصير حتى بخمسمية لهاي الأزمة السنة شي بماكو مثل زرع الدجن هاي السنة هم غلوك مراقبون عزوا ارتفاع أسعار الماشية لشح الأعلى في وقلة المساحات المزروعة مما ينظر بانقراضها في المستقبل القريب مطالبين الجهات المعنية بدعم مربية ثروة الحيوانية واستثمار الأراضي الواسعة في البادية لاحتماد سكان المحافظة عليها كمصدر لمعيشتهم وهو الفلاح لو تضطي الدولة كيمياوي مثلا ما يمستمر عنده راح هو ينزلك بس زين إلى هو يشتريه الغالي راح يبيع ليك غالي زين أنا شاستفاد وهو شاستفاد الدولة ما قاعدة تضطيشي للمواطن لو تضطيه لا يصير بنزول بس هو ينطر يغلي عليك يعني ارتفاع الأسعار للأعلى فيسبب مشكلة كبيرة للمزارعين ومربيين المواشي على الحكومة العلاقية دعم هذا القطاع كونه مصدر رئيسي لمربيين المواشي والمزارعين في محافظة المثنى تثمار الأراضي الزراعية الموجودة في محافظة المثنى في بادية المثنى الأراضي الشاسعة في المحافظة نعم البادية يوجد فيها مياه جوفية يمكن استفادة منها في زراعة شنو زراعة الأعلاف وتشهد الثروة الحيوانية أن حسارا كبيرا في المحافظة إذ بات مصير بقائها من عدمه مرهول بما تقدمه الحكومة من دعم فعلي لإنعاشها من جديد من المثنى محمود قاسم الفرات